السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي أخواتي بخير أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير فيما كنتم تشاهدون الفيديو مرحبا بكم معي في فيديو جديد في اليوم سوف نشارك معكم كيكا كيكا غزالة يمكنكم تقدمها للطيف لديكم بوجة وحمر واهم حاجة انها اقتصادية وطريقة لها بسيطة ونزل معكم المقادر وطريقة تحضر كل شيء في نفس الوقت مهم كيف كتشوفوه هنا في واحد الاينة قدرت فيه ثلاثة ديال البيضات كيف كتشوفو معي ثلاثة ديال البيضات بالنسبة للبيض من الأفضل أنه يكون ش درجة المطبخ مما يكون ش في تلاجة حتى يكن عندكم في تلاجة يعني ديرو في شي شوية ديال المدافي وخلي واحدة كيدفى وعد خدموه به صافي هنا يدر تلسل البيضات كاس ديال السكر تقريب معا كاس ديال العلبة مهم الكاس اللي تعبرو به السكر هو اللي تعبرو به كل شي صافي هناين بعد ما اطررت نزيل البيض مع السكر ممكن تخلطوه مزيان بحال هكا يمكن لكم فقط تخلطوه بالخلط اليدوي بما شي ضروري الخلاط الكهربائي صافي ممكن خلط مزيان ونزيد كاس ديال الحليب والتي كاس اللي تعبروا به السكر وهو اللي تعبرو به الحليب وتعبرو به كل مكونات وعلي بالمكونات وممكن نخلطو تاني مزيان ذاك الحليب مع السكر و الممزيد كنزيدو كس ديال الزيت كيشتو معايا كي قدلكم بنفس الكس صافيانا الكيكة ديالي غادي نسمها هنا بقشور الليمون يمكن لكم انتم تنسموها بالفاني ولا يمكن لكم ميم اي نسمة كتحبو والافضل انكم تنسموها بقشور الليمون او قشور البرتوقال كتوعتا يعني هاد الماضاق مع الكيك ديالنا لحسب الكيك يكون فيه الماضاق ديال يعني ديال البرتوقال وميم اخواتي كي قدلكم نسموها بقشور الليمون صراحة كتجي اغزالة صافيان بعد ما حكيت دك الليمون كشتو معايا واللي تخلط مزيان وميم كتخلطو الخليط ديالكم مزيان صافياني غادي نبدي ندير في الدقيق الدقيق كتديروه تدريجي ما كتديروهش مرة شوية شوية وانتم ما كتخلطو عندي هنا يجوج اكياس من خاميرات الحلويات من وازن ديال 7 جرام يعني غادي ندير في الكيكة 14 جرام دير خاميرات الحلويات غادي نديرهم فات صفايا وغادي نصفاهم حتى هما وغادي نخلط كل شي معا بعدياتهم وميم قد نخلط مزيان انا كنخلط وانا كنزيد في الدقيق كيك ديالكم الدقيق ما ديروش دفع واحدة تقود ديروه شوية بشوية وانتم ما كتخلطو سوف نخلط الكيك ديالي مزيان و غاد يرجع معاكم هنا ينبعد ما خلط الكيك ديالي وزيد دقيق مهم القوام ديال الكيك كيف حصو يجي بحال هكا ما جاريش و ما قصحش في نفس الوقت المهمات سوما كيف كتشوفو كي يجي يرطب و كي يجي بهد الشكل هادا كي قلت لكم ما قصحش و ما جاريش في نفس الوقت سوف هنا يخذت واحد المول دهنتوا بزبداء و رشيتوا شوية بدقيقة سنكلكم تديروا اي مول عندكم و سوف ندير فيه الخالد ديالي ديال الكيك مهم غادي ننزل ذاك الخالد كله في المول ديالي صارحة كي تجي رائعا الكيك هديك لكم اخواتي كتقدموها للطيف ديالكم بوجاكم حمر كي تجي رائعا في الشكل ولا في الماضاق صارحة كي تجي غزالة فكا نتمنى انكم تجربوها و تردو ايه و كذلك نتمنى انكم تبرتجوا الفيديو معاقع الناس اللي كتعرفو صافي نيك اشتو اخواتي بعد ما نزلت فيها ذاك الكيكة في المول ديالي غادي ندخلها للفرن بالنسبة النار تكون مهيلة غادي نخليها حتى تتحمر و غادي نخرجها مهم هنية كيف كتشوفو دباراني مخرجة الكيك ديالين بعد ما تحمر هانتم كيف كتشوفو ره باقي سخون يلا كي حيتهم الفرن غادي نحاول انني نحل عليها ذاك الدورة ديال المول و غادي نحيد لها هاد النص مهمة طريف الفوق شوية طالع غادي نقد الكيك ديالي غادي نحيد فقط هاد الكمية هكا من الفوق باش الكيكة ديالي اتقدت و اللي يعني معاها و طهية هاديك غادي نحيد لها الطريف كيكت للكم و غادي نرجع معاكم هنين بعد ما حيت لهذا الطريف انتم كيف كتشوفو كيكت لكم اخواترها ها بقيها سخونة يلا كي حيتها من الفرن مباشرة غادي نجيب واحد كاس ديال ليمون او كاس ديال المنداري لمعصر و مهم كاس ديال العلبة غادي نسقي به الكيك ديالي غادي ندير داك الكاس كله غادي نسقي به الكيك ديالي باش يجينا الكيك زوين و رطب و كيكت لكم نسم بالبرتوقات صراحة كيجيه رائع هنايا بالنسبة للكريمة احتى هي اخديت 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 البرتوقات ولا ولا ليمون مهم كما كان عندكم كلكم تديروا المنداري الليمون يعني عاصر مهم لي بغيتو صافي هنايا اخديت جوش كيسانو ديال العصير ديال المنداري مهم ديرتو هنا في واحد الاناء غادي ندير عليه معلقة ديال السكار مهم سكار على حسب الضوق وغادي ندير عليه معلقة ديال النشا مهم معلقة ديال النشا غادي نديره وغادي نخلط مزيان هاد الكريمة هادي وغادي نديرها على النار ومهم حتى تعقد ليال الكريمة بالنسبة الكريمة ما كدجيش يعني تقيلة تكون شوية خفيفة ما تقدرواش باش النشا باش جيكم الكريمة زوينة سافي كي قتلكم معلقة ديال السكار في معلقة ديال النشا في جوش كيسان ونص ديال عصير المنداري سافي غادي نخلط مزيان بهذا الخلاط هاد وغادي ندير كل شي على النار حتى كي ما قلت لكم حتى تعقد ليال الكريمة ورجع معاكم مهم هنا يدوست بعد مدرة الكريمة ديالي على النار دوست مباشرة الكيكا غادي نقطعها عاد غادي نزينها غادي نقطع بحلقة كانت وما قطعوها كما بغيتو مهم اليكم الاختيار ولا زينوها عاد قطعوها لكم اخواتي كما بغيتو صافي غادي نقطع بحلقة شكل هادا كيشتو معايا كي كتشوفو رهاشار بادك العصير ديال ديال برتقال اللي درتو صراحة كتجي رائعة شاربة غزالة صافي هناك انا اخدك الكريمة اللي عقدت لي يا انتما كيف كتشوفو القاوم ديالها كيف كي يجي كي كتلكم رهنا كتجيش قصحة كتجي شوية مرخوفة صافي وغادي نديرو ندير الكريمة ديالي على الكيكة بواحد الملعقة غادي نحاول انا ننسرح ذاك الكريمة ونهبطها معا جناد ديال الكيك باش تقاص لي كلها بالكريمة صافي هنا يا مبعد ما قصتها كلها انتم كتشوفو معايا غادي نخليها هنا يحتى تبرد تماما يعني يحتى تبرد مزيان وعاد غادي نزوزو ان شاء الله باش نزينو الكيك ديالنا هنا اخواتي بعد ما بردت ليالك كيف كتشوفو مهم هنا يا خديت كوكو ايفيلي حمرتو شوية كيف كتشوفو معايا ممكن لكم تمزينو باش ما بغيتو مهم تزين كيبقى اختياري وكل واحد وباش كيبغي زين مهم خديت هنا يا انا كوكو ايفيلي كما قد لكم اخواتي حمرتو سافي غادي نزين بها كامل فوق مهم غادي رشو واحد الكيمية اللي مزيانة من الفوق وغادي رجع معاكم فشكي النهائي ديال كيك ديالنا نحن بعد ما زينت الكيك ديالي كيف كتشوفو درت كوكو ايفيلي كي قد لكم اخواتي سافي ودرت شوية 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 كريمة ملوس مهم كتزينو صافي كما بغيتو زينو نتمنى اخواتي انها تعجبكم يعجبكم فيديو دياليو ما صراحة كيكا رائعة كتستحق التجريبة كي قد لكم كتقدموها الضيف ديالكم بوجاكم حمر شي حاجة اللي غزالة صراحة والماذق دياله خاطر ماذق دياله صراحة رائح فكنتمنى انها تنال اعجاب ديركم يعجبكم الفيديو دياليو ما فما تنسونيش اخواتي ملي لايك ديركم تعالق لكم زوينة كذلك ليما مشترك في القناة سيشترك فيها وليك يزور قناتي الاول مرة فكننقلكم مرحبا بكم في القناة سمع لكم غتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقوا توصلوا بكل جديد كاللوحو انتمنى انكم تبرتجوا الفيديو مع الاهر والاصطيقاء وده بغن نقول لكم اسلام عليكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة كيف العادة ان شاء الله السلام عليكم